العلوم للصف الثامن الجزء الثاني هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدرس الثاني التركيب الجيولوجية تتعرض طبقات الصقور لمؤثرات المؤثرات تؤدي إلى تشكيل الصح السطح تأمل الشكل سبع ثلاثة الذي يمثل تركيبا جيولوجيا نرى في الشكل صخور وقد تكونت بشكل دائري فوق بعضها البعض وصخور أخرى في شكل آخر وقد ترتبت فوق بعضها البعض بشكل زكزاك مثلثات متصلة تعمل التركيب الجيولوجيا المميزة من طيات وصدوع على إيجاد ما يسمى بالجيولوجيا السياحية حيث تساعد على جذب عدد كبيرا من السياح للاستمتاع بأشكالها الجميلة فما التركيب الجيولوجيا وما أنواعها وكيف تتكون؟ نلاحظ الأشكال سبع أربعة وسبع خمسة وسبع ستة ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها الشكل سبع أربعة يتكون من طبقات صخرية متوازية فوق بعضها البعض كيف تترتب الطبقات الصخرية في الشكل سبع أربعة؟ في الشكل سبع خمسة نرى طبقات صخرية تعرضت للكسر وانزلقت صخرة من الصخرة الرئيسة أما في الشكل سبع ستة فنرى طبقات صخرية ملتوية بشكل ملتوي فوق بعضها البعض كيف تترتب الطبقات في كل من الشكلين سبع خمسة وسبع ستة؟ برأيك ما سبب تكسر الطبقات الصخرية في الشكل سبع خمسة وما سبب ظهورها على هذه الهيئة في الشكل سبع ستة؟ في الشكل سبع خمسة هل تحركت الطبقات الصخرية المكسورة في الاتجاه نفسه؟ ماذا نطلق على كل من الشكلين سبع خمسة وسبع ستة؟ تسمى الأشكال المشوهة التي تتخذها الصخور نتيجة لتعرضها إلى قوة مؤثرة هي التراكيب تسمى بالتراكيب الجيولوجية وتختلف استجابة الصخور لهذه القوة فتتكسر أحيانا مثل الصدوع وتنطوي أحيانا أخرى مثل الطيات وسبب الاختلاف في هذه الاستجابة يعتمد على عدة عوامل منها التركيب المعدني للصخور ودرجة الحرارة وينتج عن هذه القوة تشوهات في القشرة الأرضية تكون عددا من التراكيب الجيولوجية مثل الصدع كسر في الصخور يحدث عند تعرضها لقوة تؤدي إلى تحريك الكتل الصخرية على جانبي الصدع ويحدث الصدع في الصخور الهشة من مثل الجرانيت والصيوان ويتكون الصدع من الجدار القدم كتلة صخرية تقع تحت مستوى الصدع والجدار المعلق وهو كتلة صخرية تقع على الجانب الآخر فوق مستوى الصدع ومستوى الصدع وهو الصدح الذي تحدث عنده حركة الكتل الصخرية عند انفصالها وتصنف الصدوع وفقاً لاتجاه حركة الكتل الصخرية بنسبة بعضها إلى بعض إلى الصدع العادي ينتج عن حركة الجدار المعلق إلى أسفل بالنسبة إلى الجدار القدم ويصاحب هذا النوع من الحركة زيادة في طول القشرة الأرضية نرى في الشكل 7-8 الصدع العادي حيث الجدار المعلق منخفض عن الجدار القدم باء الصدع العكسي ينتج عن حركة الجدار المعلق إلى أعلى بالنسبة إلى الجدار القدم كما في الشكل 7-9 ويصاحب هذا النوع نقصان في طول القشرة الأرضية نرى في الشكل الصدع العكسي وقد على الجدار المعلق على الجدار القدم جيم الصدع الجانبي ينتج عن الحركة الأفقية للكتل الصخرية فلا ينزل أحدهما إلى الأسفل ولا يرتفع إلى الأعلى وفي هذا النوع من الصدع لا يمكن تميز الجدار القدم من الجدار المعلق ولا يصاحب الصدع الجانبية أي زيادة أو نقصان في طول القشرة الأرضية كما في الشكل نرى في الشكل 17 الصدع الجانبي قد انزاح بعضها عن بعض ولكن قد بقي بنفس المستوى اثنان الطية كيف تترتب الطبقات الصخرية في الطيات وما أنواعها الاستكشاف والتفسير المواد والأدوات نحتاج إلى أربع ألواح مختلفة الألوان من الإسفنج الإجراءات ملاحظة العمل في مجموعات واحدة بمساعدة زملائك رتب الألواح وألسق بعضها فوق بعضا للحصول على طبقات مستوية وارسم الشكل الناتج على دفترك وسمه الشكل ألف اثنان اضغط على جانبي الألواح إلى أسفل وارسم الشكل الناتج على دفترك وسمه الشكل باء ثلاثة يقوم أحد أفراد المجموعة بالضغط إلى أعلى في منتصف الألواح وارسم الشكل الناتج على دفترك وسمه الشكل جيم أربعة، قارن بين الأشكال ألف باء وجيم خمسة، ماذا نسمي التركيب الجيولوجي الناتج عن تأثير هذه القوى؟ تعد الطية تركيباً جيولوجياً ينشأ عن تعرض الصخور المكونة من مادة لدينا مثل الصخور الطينية لقوى تؤثر فيها وهذا يؤدي إلى انثناء الطبقات الصخرية بدلاً من انكسارها ملاحظ الشكل، نرى في الشكل طبقات مثنية على شكل جناح جناح منخفض الجناحين، جبل منخفض الجناحين حيث يتكون من مفصل الطية وهو خط وهمي يقع على قمة سطح الطبقة المطوية وجناحي الطية وهي الطبقات التي تتشكل على جانبي الطية وتلتقي عند محور الطية المستوى المحوري وهو المستوى الذي يقسم الطية إلى نصفين متماثلين ومحور الطية وهو الخط الوهمي الذي تحدث عنده عملية الطي وهو جزء من المستوى المحوري ويكون محور الطية خطاً عليه وتصنف الطيات اعتماداً على اتجاه التقوس إلى طيات محدبة يكون اتجاه تقوس الطبقات فيها إلى أعلى بحيث يميل الجناحان بعيداً عن المحور والمستوى المحوري وتقع أقدم الطبقات في المركز باء الطيات المقاعرة يكون اتجاه تقوس الطبقات فيها إلى أسفل بحيث يميل الجناحان باتجاه المحور وتقع أحدث الطبقات في المركز تطوير المعرفة التراكيب الجيولوجية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية للتراكيب الجيولوجية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية ابحث في هذه الأهمية وقدم عرضاً تقديمياً أمام زملائك في الصف التقويم والتأمل يوضح الشكل 7-14 صدعاً ادرسه جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه نرى في الشكل مستطيل مقسوم إلى قسمين بخط مائل بحيث يرتفع الشكل الأول صاد بشكل أعلى من الشكل الثاني سين ألف ماذا يمثل الرمز سين با ماذا يمثل الرمز صاد جيم ما نوع الصدع الموضع في الرسم ولماذا اثنان أدرس الشكل 7-15 جيداً ثم أجب عن الأسئلة التي تليه نرى في الشكل أجزاء لطية أجزاء طية الشكل الذي شرحناه سابقاً ويقع في هذا الشكل الذي هو أجزاء طية سين وهو يقع وهو الخط الوهمي الذي يقع على قمة سطح الطية ونرى عين وهو الخط الوهمي الأفقي الذي تحدث عنده عملية الطي ونرى صاد وهي الطبقات التي تتشكل على جانبي الطبقة ألف ماذا يمثل الشكل با ماذا تمثل الرمز سين صاد وعين على الشكل جيم أين توجد أقدم الطبقات ولماذا تم الدرس